كمان مش ده بس يا جماعة كان فيه ناس كتير قوي وانا عايز اقول بتشكك في لجوء يعني النادي الزمالك للاتحاد الدولي على فكرة الدولة المصرية والمؤسسات المصرية مؤسسات محترمة دايما بعايزة العدل والحق ودايما عايزة ان كل واحد لو حسب الظلم يقدر ياخد حقه عن طريق او الطرق القانونية عشان كده نادي الزمالك لم يمنعه احد من اللجوء للاتحاد الدولي لو كان لي حق هياخده عن طريق الاتحاد الدولي لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي ومن ثم ايضا المحكمة الرياضية الدولية اللي هي محكمة الكاس ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك خلاص اعتمد ملف الملف وهيتم ارساله خلال 48 ساعة بجانب ايضا ان في ملف اخر بيتجهز دلوقتي باوراق وبفيديوهات موفقة للتنمر والعنصرية اللي تعرض لها نجمنا محمود شيكابالا ان شاء الله باذن الله طالما احنا هنا في المناصب الرياضية واللي بيقوده المسؤولين اللي بيقوده الرياضة سواء في اتحاد القورة او في اي مكان مش عارفين ناخد حقوقنا وان في تدليس في القرارات وتغيير في القرارات والكيل بميت مكيل خلاص نتجه للاعلى من المناصب الرياضية اللي موجودة هنا والاتحاد اللي بيدير ونروح لمحكمة الكاس ناخد حقوقنا زي ما اخدنا حقوقنا اذا انتم شايفين يعني ما احترام اديكم امثلة موضوع عبدالله السعيد وهنا لجنة المحكمة المحكمة الرياضية هنا مش عارف كانت محكمة ايه وحجزت على فلوس عبدالله السعيد وطيرا اعترارت بالحجز وعايز اقول لكم كواليس لذيذة جدا النادي الاهلي توجه لاحد البنوك اللي هي كانوا بيرعع النادي الاهلي سابقا يعني ورح حجز على فلوس عبدالله السعيد وكان في البنك ده له تقريبا تسعة وتلاتين الف جنيه رح النادي الاهلي واخدت تسعة وتلاتين الف جنيه وكان رح على بنك كبير اوي بقى السي اي بي عنده عبدالله تقريبا كل فلوسه هناك بالملايين يعني ربنا يزيد ويبارك يعني ولولا توجه المحامي وهو تقريبا اخو محمد فضل يعني كابت محمد فضل محامي عبدالله السعيد توجه للبنك سي اي بي وقبل ما يروحوا ياخدوا الفلوس بتاعة عبدالله السعيد ودى الحكم المحكمة الرياضية الدولية واوقف عشان كده النادي الاهلي هيرجع تسعة وتلاتين الف جنيه وهنا انا بقول لكم هنا بيحصل ايه وبعد كده عبدالله السعيد كل الاحكام اللي خدها ضد النادي الاهلي والغرامات اللي استحقت على النادي الاهلي كانت من المحكمة الرياضية الدولية ولا الاتحاد عمل له حاجة هنا ولا اي حد عمل له حاجة هنا وكمان حد حكم المركز التسوية اللي طلع مش قانوني لان غير معترف به مركز التسوية فيه شيء مش قانوني والدستورية العليا لغت هذه المحكمة بسبب عدم قانونيتها وعلى فكرة اول واحد قال هذا الكلام المستشار مرتضى منصور من سنوات فاتت قال لك ان وجودهم غير قانوني واحكامهم غير قانونية قلنا هذا الكلام مئة مرة هنا حتى في قناة نادي الزمالك منذ نشقتها وبدايتها خلاص باي